المتتبعي قناة الفاس بريس مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج كازا سيتي كما تتعرفوا جميعا أن الانتخابات الجماعية ستدوز في 8 شوتنبير 2021 مجموعة من الأحزاب السياسية على مستوى مدينة الضابدة دخلت في تنافس من حيث إعداد الوكالة للانتخابات الجماعية إلا كانت مهمة على مستوى البرنامج سهلة بالنسبة للمجموعة من الأحزاب ولكن على مستوى انتخابات الجماعية ما زالت مجموعة من الأحزاب لم تحسن في هذا الأمر من أجمع نقشات القادية ديناس رضيف السي سعيد السبيطي عضو مجلس مدينة الداربدة السابق السي سعيد السبيطي مرحبا بك شكرا سي حمد بستا شكرا لمنبر انفاس بريس على هذه السدافة لماذا مجموعة من الأحزاب السياسية وجدت صعوبة في إعداد لواء على مستوى الوكال اللواء الحديثة في انتخابات الجماعية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على ملانا رسول الله وألي وصحبه ستشهد بلادنا انتخابات جد مهمة يوم 8 شتنبير وعلى هذا الأساس بدأت الأحزاب تستعد لخوض هذه المعركة لكن ما يلاحظ داخل مدينة الداربيضاء وخصوصا بالنسبة لي في عمالة أنفا لا زالت هناك بعض الأحزاب لم تعلن عن وكلاء لوائحها لحد الساعة هذا الأمر تلاحظه لأول مرة في الانتخابات السابقة كان يعرف سابقا مسبقا وكيل لائحات أغلب الأحزاب اليوم ونحن على بعد تقريبا 23 يوم على الانتخابات لا زالت هناك بعض الأحزاب تستردد في أسماء وكلاء لوائحها لماذا هذه المشكلة؟ علما أن الأحزاب السياسية ستكون حاسمة في الوكالات لوائح انتخابات الجامعية على الاعتبار أن الأعضاء الذين كانوا في هذه الأحزاب ربانوا بأنهم لديهم تجربة جامعية وكلاء أعضاء في مجلس المدينة لماذا تتأخذ؟ أعتقد أن هذه المحطات الانتخابية هناك مجالس الجامعات هناك البرلمان وهناك الجهة هذه المسألة لأول مرة تتدد المحطات في نفس اليوم ربما هذا إشكال تطرح بعض الأحزاب لأنها كانت في السابق تتحسم في الجامعات مثلا ثم بعدها في البرلمان لكن الآن زامن يبقى عند الوقف أن تتناقش وتشوف الناس اللي صالحين لهذه المهمة هذه بالنسبة للقراءة تكسعد الأسماء التي تتداول على مستوى الساحة السيسية بالنسبة للمدينة الضاربيضاء بعض الجماعات أو بعض المقاطعات المهمة بعض أسماء تتداول التي كانت سابقا وتريد أن تعيد الكرة هذه المرة وهي مرشحة على ما نسمع لأن كل ذلك ليس رسميا نسمع أنه هنا بالنسبة للعملات الضاربيضاء أنفا التي أنا توجد بها وخصوصا بمقاطعات سيد بليوت نعم هناك بعض الأحزاب قليلة جدا هي اللي عنات على وكلا إحد يلا أما الأحزاب الأخرى لا زالت تتردد بين هذا وذاك بين اسم فلان واسم علان بغد نظر سعيد على المشاكل المتعلقة بالوفاء اللوائح تلاحظوا أن هناك نقاش عمومي على الانتخابات علما أنه مقاطع كما قلت إلى أيام قليلة على الانتخابات لا على مستوى الأحزاب السياسية بعض منها باقي ما خرش برامج دياله ولا على مستوى أيضا القضية على الوفاء اللوائح وأيضا على مستوى النقاش العمومي على الانتخابات الجماعية نعم فشكونا على طرح هذه السؤال فيما يخص نقاش عمومي تلاحظوا أن وسائل الإعلام تقوم بواحد دور لا على الرسمية ولا موازية أنها تتعلن على بعض يعني تقريبا إيش هاد يبقى الأحزاب تتعطي الأمناء الأحزاب أنهم يعطيوا بعض اللامحات على برامج ديالهم ولكن النقاش السلسي هو بين الناس بين الناس ينقشوا الأحزاب ينقشوا هذا نلاحظوا دائما أنه هناك عزوف عزوف تام مستوى على هذا لأن صعفي يعني كأن الناس ملت ولكن هذه الانتخابات هي لا بد أن تكون في يومها ولا بد أن يطرحها النقاش يعني ربما أنا تنقول ربما من لي ستكون الحملة ونعلم أن هذه السنة هي حالة خاصة فيما يخص الحملات الانتخابية نعلم نحن في سيدي بليوت في عاملة أنفا هناك كانت الانتخابات تمر في أجواء أنا شخصيا أرى بأنها ليست ليست بردة لا بالعدد أن تنشوفوا أن بعض الحملات تكون فيها مئات ديال البشر هذه السابق 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 تنظن هذه السنة ما يمكنش يكون بهذه الطريقة هذه تنتمنى أنه هذه السنة تكون الحملة الانتخابية بطريقة مميزة وهو الليقاج دبا الآن تعمل جمع من الأحزاب يقولوا بأنها تكون الحملة تتسامد على الحملات الإلكترونية أكثر من هذا لا فعلا فعلا أنت من ناحية توزيع المناشير وذلك شي ربما ما غيكونش في الطريقة لي كانت أنها كلا تنشوفوا حملة حملة ديالبعض وكلاء الواحي ولا ولا بعض البرلمانيين تكون فيها المئات ديال البشر تنظن هذه السنة وخصوصا أن الناس بعض الناس يعني كأنه نسوب هذه الطريقة لتدوز بها هذا كأنها هي العادية وهي في حقها ليست عادية أنها تكون فيها نقاش ويكون فيها برنامج ويكون فيها ناس لمتميزين اللي تعرفوهم الناس ويكون دولهم بين صفوف ديالتسكبان كنت عضو سابق في مجلس مدينة الضربدة يابت العمدة سيساجين لابغي سأقول لك تعطيني واحد مقارنة ما بين الزمن تحساجين والزمن تحسي العماري كيفش؟ نعم يعني مجلسين مختلفين المجلس سيساجين الرئيس سابق كان فوسي فساء كان خليط ذيال بعض أحزاب وكانت هناك مشاكل يعني فيما يخص هذه الأغلبية ليست الأغلبية المريحة ومع ذلك كانت هناك برامج وكانت هناك إنجازات وهذه الإنجازات هي اللي يخدم بها المجلس الحالي أما المجلس الحالي فله أغلبية مطلقة مطلقة يعني مطلقة لا يحتاج إلى أي حزب ليكمل هذه الأغلبية وبالتالي كانت الأمور تمر بسلاسة بسلاسة ومع ذلك لم نرى إنجازات مهمة في هذا المجلس لماذا؟ لأن ما اعتمد عليه هذا المجلس ولم يتممها أنا أقولها بأن كانت هناك برامج لوضعها المجلس السابق اللي هو اللي تكلمت عليه هو ديال سيساجين وهذا المجلس لم نرى أي شيء ولو أنه في بعض الأحيان في بعض الخارجات تريد أن ينسبوا لهم هذه الإنجازات وهي ليست من إنجازات هذا المجلس بل هي من إنجازات المجلس السابق اللي هو اللي برمجها هو اللي وضع لها طريق ديالها ولكن تنلاحظوا أن هناك تعطر في بعض البرامج يعني من خلال الكلام دي بل أنك غير راضي على حصيرتها على المجلس الحالي لا فعلا والسؤال الوحيد للذي أقول ذلك بل مجموعة من المواطنين تلاحظوا هذا لا فيما يخص الخدمات التي تقوم بها الجماعة لا فيما يخص التواصل مع الساكنة لم يتغير أي شيء أنا تلاحظ في بعض الملفات بعض الملفات أو بعض الرخص لا زالت هناك عراقل للمواطن تلاحظها كنا نتمنى من هذا الحزب دول أغلبية المطلخة أنه يكون مسهل أمور وبعد الممارسات التي كنا نعتبرها شادة كانت تزول ولكن مع الأسف لم تغير أي شيء بالنسبة لك الحزب العدل والتنمية في الدجربة المقبلة يحقق ما حققه في الوقت ونظرا لأن سيقول لك أن يكون في التسير ليس كمن يكون في المعارضة لما نكون في المعارضة نرى الأمور برؤى أخرى لما يكون التسير حين سيقول واحد المثال شعبي اللي قال العصيدة برد يدير الدفع أما تكون تسير وذلك الساعة عاد نشوفه العمل تتلاحظ بأنه هذه الأغلبية لم تكن في المستوى المطلوب لدى الشارع لدى الشارع لأنه تلاحظ قادر يحقق النتائج يحققها فيما يخص هذا اسمح لي ما جاوبتك على السؤال ما أظن ما أظن ما أظن رغم هذا أن الناس يعني بحل وعاوا شيئا ما كانوا في الصابق يقولوا بأن هذ الناس هما اللي غير يمكن وضعوا فيهم انتخاب هما اللي غير يمكن يغيروا يجيبوا التغيير هذا ولكن لاحظ الجميع لاحظ الأغلبية بأن هذا التغيير لم يأتي وازالت دار لقمان على حالها فيما يخص خدمات التي تقدم إلى المواطن المواطن بالنسبة لك الساعة السبيطي كما قلت عضو سابق في مجلس مدينة عضو سابق في مقاطعة تيد بليوت تيد بليوت الآن انتخابات جماعية على الأبواب ما رسالة كنت وجهة المواطن لكي يشاركوا في الانتخاب فعلا فعلا بهذه المناسبة وأنتم تنشكركم على هالدور اللي تتقوموا به أن خص يعني الرسالة التي توصل المواطن أنه يشارك بكتافة ويبدأ الرأي دياله لأنه في السابق وغل لحظناها في الانتخابات السابقة كانت يكون غير راضي على واحد جهة معينة ولكن إذا كنت غير راضي يجب أن تذهب إلى الصناديق وتعبر عن ذلك مع الأسف مع الأسف كانت مجموعة هذه الناس نتمنى هذه السنة الانتخابية بامتياز لأن فيها ثلاثة المجاليس المجلس الجماعات وكذلك مجلس الجيهة وكذلك مجلس البرلمان أن نتمنى أن الناس يمشوا بكتافة ويعبروا عن رأيهم ويختاروا الأحسن إذا أبقى في الدر الانتخابات نتنقل وغادي تدوز ولو يكون 20% كما السابق ولو يكون 20% ولكن هذو 80% اللي ما تصمتوا شاي ليس لهم الحق أنهم من بعد ينتقدوا أو يعطيوا رأي في المجالس اللي غادي تنتخب يدير الدور دياله ويختار هذا ولو أنه لأننا نحن نشوف الانتخابات تقريبا في الحقيقة يجب أن كمواطن يجب أن أبحث عن المرشحين وأختار أحسنهم ولكن مع الأسف ما كالدرش القادية نتمنى هذه السنة أن الناس مواطنين وتنقل بالنسبة للمواطنين ديال مقاطعة سيديبريوت ولا المواطنين بالنسبة لعملة أونفا ولا بالنسبة لعملة جماعة داربيضة أنهم يشاركوا بكتافة ويفرزوا لنا نخب لتسير الشأن المحلي بالنسبة للداربيضة وبالنسبة لسيديبريوت وكذلك بالنسبة البرلمان شكرا في ساعة سبيطي متتبعي قناة الفاس بريس إلى اللقاء في حلقة جديدة